موسيقى 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 مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم منذ يوم أمس تغيرت حالة التقس وسجن أمطار والحمد لله بكميات متفوتة وشملت أساسا مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط وكانت ضعيفة بمناطق الجنوب بولاية نابل تراوحت الكميات ما بين 23 و21 مليمتر ببوشريك بولاية زغوان ما بين 21 بالنظور بولاية سليانا وسوسا ما بين 23 و15 بسليانا 15 مليمتر بكسرة وبسوسا 15 مليمتر ببوفيشة بولاية القيروان ما بين 14 و14 مليمتر بجهة سود نبهانا وبنعروس ما بين 3 و12 مليمتر بيرادس بتونس العاصمة ما بين 3 و6 بسيدي بوسعيد ببنزرت ما بين 1 و6 بسجنان في حين كانت بالقسرين ما بين 1 و6 بحيدرة بالمهدية ما بين 1 و5 بيولاد الشامخ بباجا ما بين 1 و4 بنفزة بالكاف ما بين 1 و4 بالقلعة الخصبة بمنوبه ما بين 2 و3 تبربا بيريانا ما بين 1 و3 بيريمانا المدينة وبالمونستير ما بين 1 و3 بخنيس وبسيدي بوزيد ما بين 1 و3 بسيدي بوزيد المدينة بالنسبة إلى هذا اليوم وكيف تلاحظوا عبر صور قمر استناعي تقلبات جوية رئيسية موجودة بشمال الجزائر وبين الحين والآخر جزء من هذه التقلبات يشمل مناطقنا وتساهم في نزول أمطار كانت رعدية اليوم في العشية خاصة بمناطق الشمال والوسط الغربي ورافقتها أمطار متفرقة خلال هذه الليلة من المنتظر إن شاء الله أن تتكاثف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة بالشمال ومحالي الوسط وستكون هذه الأمطار مؤقتة رعدية ومحالي غزيرة خاصة بأقصى الشمال مع إمكانية تساقط البرد ودرجة حرارة ليلا ستكون مخفضة نوعا ما ما بين 16 درجات بالشمال والوسط والجنوب الغربي لا تتعدى أربع درجات بمرتفعة الغربية وما بين 11 و13 ببقية الجهات بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله تبقى العوامل الجوية ملأمة لنزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وستكون هذه الأمطار مؤقتة رعدية بالشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تشمل تدريجيا إن شاء الله بقية المناطق الشرقية بعد الظهر ودرجات الحرارة تبقى مخفضة ما بين 10 و17 تصل إلى 16 درجة بتونس العصبة 16 أيضا بقليبيا 15 درجة بنابل كذلك ببنزرت وزغوان 14 درجة فقط بيتبرقة 14 بباجا 13 بجندوبة 10 بسريانة 9 بالكاف و8 درجات بتالة في حين بالقيروان تقص بارد أيضا مع نزول أمطار 13 درجة وبجهات سوسة المونستير والمهدية حرارة في حدود 16 درجة مع نزول أمطار مؤقتة رعدية 15 درجة بقرق موسفقس وبسيدي بوزيد 12 وبالقصرين 10 مع ظهور صحب رعدية بالجنوب الغربي صحب كذيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة 13 بي قفصة 14 بي توزر 15 بي قبلي بالجنوب الشرقي ستتكاثف الصحب بعد الظهر وتكون مؤقتة رعدية 15 درجة بي قابس 16 بي جربة ومدين 15 بتاطوين 16 بي رمادة وبأقصى الجنوب بالبرمة بالنسبة إلى الملحة والصيد البحري الرياح ستكون من القطاع الشرقي بالشمال غالبا شمالية شرقية خاصة بعد الظهر سرعة قوية نسبيا تصل أحيانا إلى 35 عقدة خاصة مع ظهور الصحب الرعدية والبحر متموج إلى مضطرب بخليج الحمامات ستكون الرياحة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بعد الظهر تقوى سرعتها إلى حدود 40 عقدة البحر مضطرب إلى شديد الاتراب كذلك بمنطقة الشابة رياحة جنوبية غربية سرعتها تصل أحيانا إلى 40 عقدة والبحر شديد الاتراب والرياح قوية بجيد خليج جابس جنوبية غربية ما بين 25 و30 تصل أحيانا إلى 40 عقدة والبحر شديد الاتراب ملزمة الحذر بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت صحوب قليلة 32 درجة صحوب قليلة أيضا بالدربيضاء أمتار ثم صحوب كثيفة بالجزيرة عاصمة 17 بترابلس 20 درجة صحوب قليلة بالخرطوم 33 درجة تقس مغيم بالقاهرة 27 في حين بمكة المقربة والمدينة المنورة صحوب قليلة 25 بالمدينة 34 بمكة ومسقط أمتار محلية 26 درجة بعض الصحوب بأبوظبي 22 22 كذلك بالدوحة 18 بالكويت وصحوب قليلة ببغداد 18 صحوب قليلة أيضا بالشرق الأوسط الحرارة في حدود 18 درجة بالقدس الشريف 19 ببيروت و14 بدمشق تقس مغيم باستنبول 16 درجة أمتار بروما 16 درجة صحوب عبره بمرسيليا أمتار ببريس وكذلك ببريكسل ولندن 10 درجات صحوب عبره بجينيف 13 درجة صحوب عبره أيضا بمدريد 14 وبعض الصحوب بلشبونة 15 درجة التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تبقى العوامل الجوية ملاءمة لنزول الغيث أمتار تكون مؤقتا رعدية أساسا بمناطق الشمال وكذلك بعض مناطق الوسط ومن المنتظر أن تكون هذه الأمتار محليا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل خاصة بربوع الشمال الغربي الرياحها ستكون من القطاع الغربي شمالية غربية بالشمال والوسط وغربية بالجنوب سرعتها أقوية قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين مقارنة لهذا اليوم وستكون الأرقام ما بين 15 و19 بالشمال والوسط وما بين 18 و21 درجة بالجنوب يوم السبت ستتقلص فعالية هذه التقلبات إلا أن بعض الأمتار تبقى منتظرة خاصة بأقصى الشمال الغربي للبلاد وسحب عبره ببقية الجهات ارتفاع طفيف في درجة الحرارة الحرارة تكون ما بين 17 و20 بمناطق الشمال الوسط والجنوب الغربي وبالجنوب الشرقي تقسم شمس عامة والحرارة ما بين 20 و22 درجة الرياح تتواصل من القطاع الغربي غالبا جنوبية غربية والبحر شديد والإتراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل شرق شمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة 56 دقيقة وغروبها في الساعة 36 دقيقة اللي مزيد من المعلومات واحد للحصول على مختلف النشرات الجوية وكمية الأمطار تفضلوا بزيارة موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على رقم 88-40-04 مرات أو قد صالة اليوم الغد الخميس 29 فيفري الموافق للتاسع عشر من شعبان صالة الصبح بداية من الساعة 25 دقيقة الظهر ابتداء المتصف النهار 39 دقيقة العصر بداية من الساعة ثالثة وربع وربعين دقيقة المغرب ابتداء من الساعة السادسة وربع وصالة العشاء ستكون بداية من الساعة السابعة وربعين دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر